موسيقى تحية طيبة مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية مع صحيفة التايمز وتقرير لكاثرين فيليب وحنة لوسيندا بعنوان تركيا تبحث عن حلفاء من أجل الحرب البرية في سوريا حيث قال مسؤول تركي للصحفيين إن بلاده لن تشن حربا برية لوحدها لكنها تمارس ضغوطا على حلفائها من أجل تنفيذ عمليات مشتركة بدون عمليات برية من المستحيل وقف القتال في تركيا حسب الصحيفة وتضيف الصحيفة أن عمليات برية واسعة النطاق تبدو بعيدة لاحتمال في الوقت الحاضر حيث استبعدت الولايات المتحدة ذلك كما رفضت القيامة بأي عمليات ضد النظام السوري وحلفائه وحذرت روسيا من شان هجوم بري لأنها ستورط الأطراف المشاركة في حرب حقيقية لكن الوضع شهد تصعيدا منذ اتفاق القوى العظمى على التوصل إلى وقف لإطلاق النار الأسبوع الماضي كما يرى التقرير وتصير روسيا على أن لا يشمل وقف إطلاق النار ما تسميه المنظمات الإرهابية التي تستهدفها بالرغم من تزايد الأدلة على أن غاراتها لا تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية بل التنظيمات المعتدلة وأهدافا مدنية وهو ما يزعج تركيا حسب الصحيفة وهناك شيء آخر في سلوك روسيا في سوريا يزعج تركيا وهو دعمها للميليشيات الكردية التي تقول تركيا إنها على علاقة بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية ونقرأ في موقع لونغورد جورنال الأمني تقريرا لأمير توماس ومايك سويل بيك بعنوان ما هو دور الحرس الثوري في معركة حلب وجاء في التقرير أنه في إدعى شباط اتفقت الولايات المتحدة وروسيا وإيران والسعودية وقطر في ميونيخ على قرار لوقف إطلاق النار في سوريا لكن وزير الخارجية الروسي أعلن أن بلاده لن تتوقف عن قصف الإرهابيين وتعهد رئيس النظام السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة على كامل البلاد ويجد الكاتبان أن تصريحات كهذه لا تعبروا عن حسنينية فحلفاء الأسد بمن فيهم الحرس الثوري لا يبدو أنهم مهتمون بالتفاوض فمحور الأسد إيران يعتقد أن الزخم على الأرض يجري لصالحها وخاصة بعد أن كسروا الحصار المفروض على البلدتين الشعيتين نبل والزهراء وسيطروا على المناطق المحيطة بهما وقطعوا خطوط الإمداد للمقاتلين من تركيا ووصلوا التقدم حيث أحاطوا بمناطق المقاتلين المعارضين للنظام السوري في حلب ويشير التقرير أن قاسم سليماني هو الذي أقنع الكريملين بالتدخل في سوريا لإنقاذ نظام بشار الأسد ويشرف سليماني على الميليشيات الشعية الناشطة في سوريا كلها ويرى الكاتبان أن العدد الكبير من ضحايا الحرس الجمهوري يشير إلى أن الجنود الإيرانيين يعملون بشكل منتظم في الميدان وأنهم اندمجوا مع المقاتلين الشيعة الذين جاءوا من دول ومناطق متفرقة ويعملون تحت قيادة سليماني ويختم الكاتبان تقريرهما بالقول أن تقدم قوات الأسد والكتيبة الدولية الشعية التي يقودها سليماني في حلب وبدعم من الروس سيعطي الأسد موقفا قويا للتفاوض وسيقوم الأخير والقوى المتحالفة معه بإملاء شروط التفاوض والمطالب على المقاتلين التي لن يقبل بها هؤلاء مشيرا إلى أن هذا الرفض سيعطي الأسد وحلفائه المبررة لتعزيز مواقفهم على الأرض وعليه فإن معركة حلب لا تقدم إشارات جيدة لحل سياسي مرضي للأطراف المتنازعة في سوريا وبالانتقال إلى الصحافة التركية نقرأ مقالا لبرهان الدين دوران في صحيفة صباح بعنوان هل من الممكن جر تركيا إلى حلقة الصراع في سوريا حيث رأى فيه الكاتب بأن مستقبل المنطقة القريب سيتحدد بقدر حلب وقفت الولايات المتحدة الأمريكية تشاهد بصمت القصف العنيف والمجازر التي ارتكبها التحالف المنشأ سريعا بين روسيا وسوريا وإيران وحزب الاتحاد الديمقراطي بهدف تقليص المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية وأشارت روسيا بيدها عاليا لإزالة كافة العوائق المحتبلة التي من شأنها أن تثنيها عن هدفها في تصفية المعارضة حيث أكد رئيس الوزراء روسي مدبيدف خلال اجتماع ميونيخ فيما يخص إمكانية إرسال دول الخليج قوات برية إلى سوريا أن ذلك ربما سيدفع لنشوب حرب عالمية جديدة في المنطقة ولكن التهديد بشأن حرب عالمية يستهدف من بالضبط بما أن الاتفاق الضمن بين أمريكا وروسيا بخصوص سوريا يتضح يوما بعد يوم فإنه يستهدف بالدرجة الأولى الدعم المتزايد من قبل تركيا والمملكة العربية السعودية لقوات المعارضة السورية وقطع الطريق أمام كل من تدخل برين عسكري محتمل بقيادة سعودية تركية وجعل تركيا والسعودية لعبين ثانويين على الطاولة السورية وأي أن كانت القرارات الصادرة عن جينيف ثلاثة لا يمكن تشكيل آلية دولة في سوريا بدون مشاركة السنة كما أن من شأن تسهيل اندماج ثلاثة مليون سوري في تركيا أن يكون ضمانا لتأسيس سلات عضوية حقيقية على المدى المتوسط في المنطقة وبالانتقال إلى موقع ترك بريس نقرأ مقالا بعنوان مراجعة صريحة للسياسة التركية بالشام وفاز باللذة الجسور أكد فيه الكاتب أن الحياة مواقف والخيط الفاصل بين الجرأة والجبن خيط رفيع وقرار صارم لا عودة عليه وعالم الدول لا يسير بمبدأ المنظمات الخيرية والإغاثية لكن للأسف الموقف التركي ظل على مدى عقدين يسير على مبدأ تصفير المشاكل مع الآخرين بينما مبدأ الأعداء من الروس والصفويين لغة هادئة ولينا وعمل خشن قاس صارم لا عودة عليه ولا رجعة عنه استغلوا شماعة فلسطين واستغلوا عواطف الناس بشعارات لا تكلف شيئا ثم قاموا بشفط العراق كلهو من قبل شفط لبنان ومعه سوريا ورصف شفط لليمن وبداية شفط لدول عربية وإسلامية حتى وصل الأمر إلى تدخلهم بالانتخابات الإسبانية وحين غزت الميليشيات الطائفية سوريا دعم لنظام مجرم قاتل فلا قدمت تركيا أسلحة نوعية للثوار ولهي تدخلت كما تدخلت إيران إلى جانب النظام المجرم القاتل ولهي نظمت الضباط المشقين كما فعلت الأردن بل انشغلت بتأسيس أولوية الصلاطين كتأكيد على دورها ونفوذها في سوريا وحين غزت روسيا الشام وعربدت في كل ناحية لم تستطع تركيا حماية الشام ولا حماية عرقيتها التركمانية وتبع هذا غربدت من غلات الأكرغد على حدودها يتحركون تحت أجدحة الطيران الروسي والغربي والسوري والإيراني أما تركيا فتحركها ساكن غدت حدود تركيا اليوم مع روسيا وإيران وكل أعداء تركيا وكفاة تهديدات ولا بد من العمل فالتاريخ لن يرحم والوقت ثمنه دم وضياع أوطان وقتلاع شعوب وتغيير هويات فأثلجوا صدور هذه الأمة بموقف مشرف يشرفكم في الدنيا والآخرة ونطالع في صحيفة العرب القطرية مقالا لضافر محمد العجمي بعنوان هل ينفع العلاج اليمني لسوريا؟ قال فيه الكاتب تتفق أهم محافل التقدير الاستراتيجي الاستراتيجي أن عملية عصفة الحزم حالت دون قيام جمهورية الحوثيين الإسلامية في اليمن وأثبتت أن البأس العسكري حالت دون ضياع اليمن جراء البؤس السياسي تحت مظلة المبادرة الخليجية أو اجتماعات جينيف واحد أو جينيف اثنين أو سواها وفي بيئة غير مروضة أخرى ولغياب الدور الإقليمي أو العربي العسكري في الأزبة السورية قررات الرياض ودول الخليج التدخل البري بناء على ما يمليه عليها دورها كقوى عظمى بمقاييس إقليمية تحت شعار محاربة داعش ولوقف انهيار فصائل المعارضة وإلغاء نتائج التدخل الروسي الذي قلب الأوضاع ميدانيا والأهم لتغيير قناعات دمشق التي ترى نفسها أقرب إلى الحسم العسكري ولا حاجة لحال سياسي في اليمن أوجد بناء رأس جسر في عدم مناطق اشتباك مع الكوات الصالح حوثية ثم ضخ الحياة في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتحيد الجهاديين وهو وضع قد يتكرر بسوريا وسيسهله أن المعارضة المعتدلة قادرة على وقف انتكاساتها جراء الشقاق ونقص السلاح النوعي وفقدان السيادة الجوية والحرب البرية لا تعني نزول قوات برية فقط فكما حدث باليمن سوف تتحاشى دول الخليج وتركيا الزج بقوات برية تقليدية بمعنى أن القوات ستكون خاصة والتي تتميز بالاستجابة وخفة الحركة والقدرة على استخدام المناطق الرمادية غير الخاضعة لسيطرة الدول للقضاء على الملاذات الآمنة للمتطرفين ويختم الكاتب بالقول استثمار ناجح حملة اليمن بالدخول بحملة جوية وتقوية فصائل المعارضة المعتدلة وتحيد المتطرفة ثم إنزال قوات خليجية خاصة سيقود إلى منع الأسد من إعادة سيطرته على سوريا وبهذا المقال مجاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة